إذن كيف يمكن لنا أن نفهم أو نقرأ هذا الصراع المحتدم مبكرا قبل الانتخابات المبكرة في حزيران ميناء العام المقبل فيما لو أجريت في موعدها المحدد خاصة بين الكتل الشيعية على رئاسة الوزراء شكرا جزيلا عن استضافة نفهم هذا الصراع بأن هناك نوايا مباشرة من بعض القوى السياسية التي ترغب بتأسيس مرحلة جديدة في العملية السياسية من عمرها السياسي بشكل عام نتيجة ما خلفته تشرين وما خلفته حالة الاحتجاجات التي ظهرت خلال الفترة الماضية كل القوى السياسية الآن تشعر بالخطر الكبير نتيجة للإزاحة الممكنة التي قد تحدث على مستوى الساحة السياسية بالتالي بدأت الكتل السياسية مبكرا عملية الذهاب نحو ترسيخ أركانها وليس أدل على ذلك إلا ما فعله التيار الصدري خلال الأيام السابقة من خلال إرسال رسائل متعدد الالتجاهات سواء على مستوى الداخل السياسي أو على مستوى الخارجي الإقليمي داخليا التيار حشت جماهيره كما يفعل دائما حينما يحتاج قائد التيار لإرسال رسائل سياسية أنه تيار قوي تيار منظم تيار قادر على تحريك المعادلات خارجين هناك رسائل أيضا على أن التيار أصبح قادر على التفاعل مع القوى الإقليمية الموجودة نعم سنأتي إلى هذه النقطة قدرة التيار على التعامل مع القوى الإقليمية الكبرى لكن بيودنا أن نقف عند نقطة مهمة الواقع الجديد يعني التيار الصدري أو حتى من ينافسه على رئاسة الوزراء يبحثان عن واقع جديد ما حكم؟ ما الذي يحكم ذلك الواقع الجديد؟ خاصة أن الكل يعلم بأن رئاسة الوزراء غالبا ما تحسن بالتوافق نعم تيار الصدري يبرر ما يفعله خصوصا على مستوى محاولة إيقاف الاحتجاجات تحت شعار أن الحياة يجب أن تعود إلى المدن إلى البلدات التي فيها تظاهرات بالتالي سياسيا يمكن أن نترجم هذا الفعل على أساس أنه محاولة للحفاظ على النظام السياسي التيار الصدري والقوى السياسية الموجودة حاليا تدرك جيدا بأن العراق أمام خيارين لا ثالثة لهما الخيار الأول إما الذهاب نحو انتقال سلمي ناعم للسلطة مع كل تفاصيله الفاسدة من انتقال أو الذهاب نحو فوضى قد تجر البلاد إلى مآلات لا يحمد عقبها بالتالي اليوم الكتل السياسية وعلى رأس التيار الصدري تحاول أن تذهب باتجاه انتقال ناعم مع كل القوى السياسية هناك شراكة فعلا حقيقية لدى هذه الكتل هناك توافقات ستحدث على مستوى عملية تشكيل الحكومة استفقت تيار الصدري جميع بإعلان نيته على الحصول على منصب رئاسة الوزراء ومنصب رئاسة الوزراء منصب مهم جدا بالنسبة للتيار الصدري لكن ما سيختلف الوضع عليه في المستقبل أنا أعتقد بأن المنصب في هذا الحجم على المستوى الحزبي هو مهم جدا لقوى سياسية تمتلك أظهراء برلمانية عكس ما لاحظناه على مستوى حكومة العبادي وحكومة عادل عبد المهدي وما نلاحظه الآن على مستوى حكومة الكاظم التي لا تمتلك ظهيرا برلمانيا قادر على حماية قرارات رئيس الوزراء هناك أيضا نقطة مهمة تتعلق برئاسة الوزراء تحديدا أو من سيشكل الحكومة لجنة التعديلات الدستورية أعلنت بأن الكتلة الانتخابية الفائزة طبعا وهي تستبق أيضا بدورها أن الكتلة الانتخابية الفائزة في الانتخابات المقبلة هي من ستشكل الحكومة وليست الكتلة الأكبر عددا التي تتشكل تحت القبة كيف يمكن لنا أيضا أن نفهم هذا المتغير فيما لو أمس واقعا نعم تفضل وهذا متغير مهم على مستوى تشكيلات الحكومات القادمة نحن عانينا عام 2010 وعام 2014 وعام 2018 من هذه النقطة اليوم يتم محاولة حسم هذه النقطة بالتالي اليوم أعلى كتلة برلمانية فازت بالانتخابات عام 2018 هي كتلة سائرون التي حصلت على 54 مقعد بالتالي هم كانوا يعنونون نفسهم على أنهم الكتلة الأكبر سائرون تريد إعادة إحياء نفسها من جديد من خلال بعض التحالفات التي تريد تشكيلها سائرون تريد أن تحسم الانتخابات قبل أن تبدأ حتى من خلال سلوكها التنظيمي من خلال إمكانياتها الموجودة على الأرض هناك جماهير إلى حد ما تأتمر أستاذ علي وسيحسم ذلك لها رئاسة الوزراء بعيدا عن التوافق عفوا ما سمعت تكمس في السؤال فيما يتعلق بسائرون سيحسم هذا السلوك سيسمح لها أو سيحسم لها رئاسة الوزراء بعيدا عن التوافق أم لا يعني جزء من عملية حسم رئاسة الوزراء داخليا ستتم والتيار الصدري يحاول أن يحسم ذلك داخليا يبقى العامل الخارجي اليوم التيار الصدري يعنون نفسه كبديل استراتيجي لقوة موجودة مصالحها داخل العراق اليوم التيار الصدري يلعب دور ملء الفراغ الذي تركه سليماني والمهندس في العراق بالشكل واضح بالتالي هناك تنسيق توضحت الصورة أستاذ العلاقات الدولية علي أغوان شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا